اشتركوا في القناة كل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم امين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله يوم جديد ونتمنى من الله انه يكون يوم سعيد ان شاء الله باذن الله العظيم طبعا ده اول فيديو ليا من ابها بعد ما رجعت من الرياض بسم الله اللهم بارك حبيت كده نستفتح الفيديو بتديك بتاعنا الجميل واجواء الحطب والدر المسوي والسيعة الحطب والحاجات الجميلة اللي انتو شفتوها في الاول دي طبعا كل اللي انتو بتشوفوه لحد الوقتي دي مقتطفات من الفيديو بتاع النهاردة الفيديو بتاع النهاردة دسم جدا جدا في حاجات كتير جدا الحمد لله رب العالمين اتوفقنا فيه في كل حاجة رحنا وجبنا حاجات ورجعنا البيت وعملنا شربة عدس وبسم الله ما ساء الله عملنا حاجات كتير قوي هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله العظيم عايزين بقى الناس الحلوين اللي معنا شجعونا كده بلايك جميل انا عارف انكم بتنسوا عشان ايه عشان الفيديو ده بصراحة يعني فيديو متعوب علي هنبدأ مع بعض كده واحدة واحدة ونشوف عملنا ايه وروحنا فين وجبنا ايه ويومنا قضينا ازاي يعني بصوا المهم انه يوم حلو يوم حلو هوعيدكم باجواء جميلة ان شاء الله حاجات حلوة كده زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك انتو عارفين مبدأ معبود اسعد نفسك باقل القليل بسم الله هنا طبعا توكلنا على الله وطلعت من البيت انتو عارفين لما بيكون عندي حاجة عاوزة جيبها او حاجة نقصاني او عندي مشوار خارجي البيت فلازم وحتما ابدأ بي يومي عشان ايه عشان نخلص وبعدين نرجع نشوف مشاغل بيتنا ونشوف بيتنا ونشوف طبخينا ونشوف حياتنا يعني الحمد لله رب العالمين وروحنا الرياضة وروحنا جدة اتفسحنا رحنا مكة الحمد لله رب العالمين نرجعنا نشوف مصالحنا بق ايوة خلاص يا جماعة اول ما الواحد بيرجع من السفر بيكون بصوا شوية كاسلان اه عنده خمول عايز ينام الدنيا برد الجو متغير عايز يا مش عايز يطبخ لا لا خلاص خلاص استريحنا بما في الكفاية نقوم بقى ونجتهد ونتوكل على الله ونشوف مصالحنا ومصالح بيتنا ونشوف نقصنا ايه هنا انا في طريق كنت في طريق المدرسة عبدالله ابني كنت عايز اروح هناك كان فيه حاجة مطلوبة مني ان انا امضي عليها وكان لازم اروح انا في طريق المدرسة هنروح المدرسة وهنرجع بعد شوية نعدي على مطعمنا المفضل مطعم بنها للفلافل بسم الله اللهم بارك طبعا انتم عارفين مطعم بنها اتكلمت عنه كتير جدا لاي حد عايز يفطر يفطر صح فول وفلافل صراحة انا بديهم نومبر ون فقبها والخميس للامانة انا احب ان انا اعطي كل ذي حق حقه الحمد لله رب العالمين شوفوا الاجواء هنا جميلة ادي المطعم اهو دخلنا طبعا بسم الله مصال الله كان مليان الناس خلصنا المطعم رحنا رحت البقال اجيب كس رز رز كان مخلص عندي هو بصراحة انا رجعت البيت لقيت الدنيا كلها مخلصة انا عدت يا جماعة لما بسافر يعني اغلب الحاجات اللي عندي الطماطم الحاجات اللي زي دي بطلعها من البيت بديها بقى لأي حد او كده او يا اما لو في حاجات تتعانف الفريزر بعينها ايوه حبيبنا ده هو ده هو ده بس اللي انا جايله مش جايله غري اخد كس رز مصري لحد ما روح محلات الجملة اجيب اجيب داستة كاملة فيها اربعة يعني بسم الله ما شاء الله طبعا ده ده بجالة اللي هي عند ابو حمامة اللي هي جنب محلات الجملة بس انا قلت ايه اخد الكس وامش هنا انا كنت محتاجة احدث الصرافة بتاعتي من الرقح دخلت حدستها الحمد لله رب العالمين شوفوا تحسوا ان انا لما بطلع برة عايزة اعمل كل الشغل عايزة اعمل كل حاجة هنا خلاص الحمد لله رب العالمين حدثنا الصرافة زبطنا كل حاجة توكلنا على الله على فين الى بيتنا بقى خلاص كده نعود الى المنزل نروح نفتر اول حاجة كده قلنا نولع بخور كده ونعمل اجواء جميلة كده الصبح ونشم رواح جميلة بسم الله ما شاء الله الله مبارك النهاردة انا حبيت ان انا ابخر ببخور المستيكة بخور المستيكة يا جماعة الى الناس اللي ما تعرفوش بسم الله ما شاء الله بيعملوه عندنا هنا في قابها حاجة كده في محلة ابو عبدالله في سوق الثلاث حاجة كده بصوا اخر جمال اخر جمال انا من ارساك البخور بسم الله ما شاء الله ريحة جميلة وحلوة حاجات كده تخلينا بصوا يعني نقبل على الحياة بما ان الحياة فيها ضغوطات كتير جدا وفيها حاجات كتير جدا بس احنا ان شاء الله بإذن الله سوف نتغلب عليها بإذن الله العظيم تأكلنا على الله بخارنا الحمد لله رب العالمين نفطر بقى ايوه بطالفطر مهمة بالنسبة لي انا مهمة طبعا لو لك كانوا في المدرسة انا الواحدة قلت خلاص افطر يا معبودكم بايت الشيك جميلة لازم مع الفطار سندودش الفلافل اصبحوا يحطوا مخلل الله يجزهم خير نخل بتاعهم تحفى بسم الله وعلى بركة الله طبعا فيه فول وفلافل بس انا اخدت الفلافل انا احب الفلافل جدا من عشاك الفلافل سبحان الله ولا اله الا الله المطعم ده يا جماعة هو المطعم الوحيد صراحة اللي دخل دماغي بالنسبة للفول والفلافل وعندهم برضو حواوشي حاجة كده اخر جمال عاملين عاملين حاجات جديدة وعملين شغل جامد جدا وشغل نظيف جدا ان شاء الله باذن الله العظيم نجيب برضو حواوشي من عندهم بالبيتزا يعني حواوشي مع بيتزا تخيلوا الاتنين اتنين في واحد هنجيبوه نجربو ان شاء الله نشرب الكوب بيت الشاي ناكل لسا ندوش عشان ندخل بقى ندخل على الجهات في الحياة بسم الله على بركة الله مخل اللازم اه فتح لسا هي بسم الله ما شاء الله فطرنا الحمد لله رب العالمين هنا رحت الحوش جبت البت بتاع دجاجات الجميلات من ساعة ما سفرت الرياض ما جبتش فجبت الكمية دي من الاربعة بسم الله ما شاء الله تقريبا صاروا الاربعة يبيضوا كل يوم اللهم بارك طبعا بخسلهم كواس ونشفهم وحطهم عندي في التلاجة بقعتش بشتري بيب من برأ خالص مطلقا بسم الله ما شاء الله آخر جمال اللهم بارك طبعا زي ما قلتلك هحطوا في التلاجة آآ هنا خلاص قلت بقى نضف البتجاز بتاعي يعني من ساعة ما جيت ما كنتش طبقت حاجة خالص لسه قضينا كده كام يوم من المطعم بس خلاص يعني مش هنفضل نقضيها مطاع لازم نطبخ ولازم نجتهد ولازم نشوف كل حاجة بتاعة ده حلوة جدا لتنظيف الافران ونمسح بيطلع لنا بالمنظر اللي انتو هتشوفو ده زي الفل زي العسل شطرة يا معبول بسم الله ما شاء الله ندخل على بقية اليوم وهنا طبعا بسم الله ما شاء الله بعت طبعا السواء جاب لي طماطم وجاب لي بطاطس وجاب لي بصل وجاب لي ملفوف لان ما كانش عندي وقت اروح سوق الخضار فقلت انا اكسب الوقت وزبط البيت ونظف المطبخ لحد ما يجي جاب لي طماطم اللي انتو شايفينها دي السلة دي بعشرين ريال طبعا هو بيجي من الخميس من سوق الخضار فالخميس انا بعمل ايه في الحالة دي انا باخد الحمرة مرة اللي هي مستوية بقى الحمرة اللي خلاص ما ينفعش انها تفضل بنقيها زي ما انتو شايفين كده وبسيب الخضرة اللي انتو شايفينها دي الخضرة دي بجيب صنية كبيرة بحط عليها اما الحمرة دي باخدها اخسلها كويس لو هطبخ منها اخب منها لو مش هطبخ عينها في التلاجة في درجة التلاجة او عينها في الفريزر اللي هي دي والفلفل اللي معاها بسم الله ما شاء الله دي ما ينفعش تتصب بره وإلا خلصنا خلصنا ندخل بقى على تجهيز الغد تعملي ايه يا معبود تعملي يا معبود والله الاجواء البريدة القارسة اللي احنا فيها في قابها دي ما يبغل هلا شربة عدس شربة عدس هي شربة العدس ما فيش غيرها بسم الله على بركة الله اخدنا لنا كده كم مغرفة من العدس بتاعنا الجميل اللي جبته معاكم من محلات الجملة الحاجات دي هحلتها على العدس هحط جزر هحط طماطم هحط بصل هحط بطاطس هحط توم هحط فلفل حار هي دي الحاجات اللي انا هقطعها على العدس بتاعي عشان يجينا شربة عدس ولا اجمل خدت العدس غسلته كويس جدا لحد الماء بتاعته وبقت حلوة كده وبالسكينة كده وتك تك زي ما انتم شايفين عايزة بطاطس رفيعة زي شرائح شرائح اللي ما عندوش دماغ يعمل الحركة دي بالمبشرة قطعت كل حاجة قطعت الجزر قطعت البطاطس قطعت الطماطب قطعت التوم هنسمي ونتوكل على الله وعلى البتجاز بتاعنا ونولع ونسيب كل الحاجات دي مع بعضها لحد ما ما تستوي دي اول مرة اكشفت عليه هو خلاص بسم الله ما شاء الله دخل في مرحلة الاستواء العدس ما بياخدش وقت 5-6 دقيقة عالنار بيستوي وطبعا بقيتو الخضار هيستوي برضو هنا خلاص ممكن اقول لكم ان العدس بتاعي وكل الخضار اللي انا حطيتو معاه استوي وبقى زي الفل هنا بقى مرحلة مرحلة الفرم وللامانة برضو يا جماعة البتاعة ده ريحني جدا الهندبلند ده جدا 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 الاول كنت بقى ده سيبه يبرد واخده وحطه في الخلاط وادربه ليلة لكن بصراحة البتاعة ده مية مية حلو حلو انا عندي ده للشربات وعندي واحد تاني بلاستيك للعصائر بسم الله ما شاء الله طبعا البتوغاس كده وهو في الجدر وما خدش معايا دقيقة واحدة اقل من دقيقة طبعا انا بحب سربة العدس تكون نعمة جدا عشان تدينا كده قوام جميل بسم الله ما شاء الله طبعا فرمتها زي ما انتم شايفين لازم اتأكد ان كل حاجة تفرمت كويس البطاطس والجزر والبصل وكل الحاجات اللي احنا حطيناها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا انا كان عندي لحمة الحمد للرب العالمين قطعتها حطة صغيرة كده حاولي نص كيلو وطبخته في جدر الضغط بعد شوية هناخب من المرجة بتاعت اللحم لو ما فيش خلاص عادي نحط مية نحط كاسة او كاستين مية بصوا الشربة كل واحد ومزاجه وفي ناس تحبها لازجة تقيلة شوية وفي ناس تحبها سالسة انا حبها سالسة لا هي تقيلة ولا هي خفيفة وسط خير الامور الوسط بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنا خلاص هنحط بقى كمون مع ملح مع كزبرة كل ده مطحون مع بعضه بتدي الشربة نكهة عالية جدا بسم الله ما شاء الله اجمل شرب بتاعتس ممكن ممكن تسربوها بجد وسهلة وجميلة وزي ما انتم شايفين كده قال لي بتكمونوا الملح كويس في الشربة بتاعتها سمي وتأكل على الله واخد بقى اللحمة بتاعت اللي استوى يتعتبر مستوية مية في المية مع المرجة بتاعت اللحم وازود بيها شربة العدس ما فيش لحمة عادي خالص نحط مية فيش اي مساكل عادي خالص بس ده ما انا عندي حطيت يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا بعد شوية لسه هنعمل التوم ولو في شعرية نحط شوية شعرية سوغيرين طبعا انا ما كانش عندي شعرية حطيت حوالي عشر فصوص توم دقتهم كده في الهون الجميل وما كانش عندي شعرية نسكت الناس تسلم ابدا لقيت عندي شوية سنعة صفور قلت حلوة يعني كلهم زي بعض الشعرية من الماكارونة والماكارونة من لسان العصفور وكلهم زي بعض بما يعادل كده قابضة يد بسم الله ما شاء الله بتطعتنا الجميلة دي نحمرهم محتاجة ان هم ياخدوا لون دهبي جميل بسم الله على بركة الله تقريبا هو ده اللون اللي انا محتاجاه هسمي كده واجيب شربة العدس بتاعتي بتغلي طبعا لازم بتغلي اقل شيء بعد ما نحط التوم والشعرية او لسان العصفور نسيبها تغلي ثلاث دقايق ونطفي عنها ونخليها مغطية عشان تدينا كده طعم جميل بسم الله ما شاء الله الريحة ما قلوكوش جايبة من اول السارع عبدالله ابني دخل قال لي انت عاملة عدس قلت له الصحة قال لي شمم رحته من السارع قلت له شكرا بسم الله ما شاء الله اسيبه يغلي شوية وبعد شوية طبعا ايه اطفي عنه هنا خلاص اهو بسم الله ما شاء الله ريحة وطعم وقوام اللهم بارك الحاجة يا جماعة في البرد ده شربة العدس محشي حاجات اللي بتدهف دي بسم الله ما شاء الله هنا بقى نغرف الشربة بتاعتنا ونسوف بسم الله ما شاء الله طبعا هي يا جماعة ممكن تتاكل مع خبز ممكن تتاكل مع خبز محمد في الفرن ممكن تتاكل مع رز ابيب مصري يعني انا اغلب عيالي بيحبوا يأكلها مع الخبز بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين نحن نقدمها بقى واساسي اساسي مع شربة العدس ايه الليمون عندي هنا خبز محمد حطيت شوية بسم الله ما شاء الله حاجة اخر جميل طحفة اللهم بارك الناس اللي وصلت معنا للحتة دي بتاعت شربة العدس والليمون والحاجات دي تدينينا لايك كده جميل الناس اللي ناسيت بسم الله ما شاء الله خليكم معنا لسه يومنا منتياش اتغدينا الحمد لله رب العالمين غسلنا الموعين زبطنا البتجاز بتاعنا زبطنا بيتنا نعمل ايه بقى نجلس سكتين امين مش ممكن المهمة طلعت الحش توكلت على الله وطبعا عندي حطب الحمد لله رب العالمين فضل والنعمة من ربنا عندنا دورة عندنا كل حاجة الحمد لله رب العالمين وزي ما قلتلكم قبل كده اسعد نفسك بنفسك الحياة سهلة وبسيطة بس احنا نرضى توكلت على الله وخدتلي واحد من اللي هو اللي بيشعل الحطب ده بتاع ابيض كده زي التلج ولعته وتوكلت على الله وحطتلي كام واحدة حاولت ان انا اختار الرفيع لان الحطب اللي عندي قطع كبيرة قوي فانا مش محتاجة غير بس اني اتدفة شوية ونعمل كسة شاي كده جميلة ونشولنا واحد ولا اتنين دورة بس وخلاص فضل ونعمة من ربنا ونسترجع برضو دائما يا جماعة عندما يأتي الشتاء تأتي الزكريات سبحان الله ولا اله اللي لازم قبل كده انا من الناس اللي بتحب بس تشم ريحة الحطب موش لازم ان انا شوي لا ولا بس كده احب اشم الريحة احب اشم ريحة الدخانة مع البرد احب اشرف كسة شاي كده مع ملع الحطب اشوي واحد دورة نجلس كده وإيه ونجلس مع نفسنا ونرجع بقى ايام زمان وذكرياتنا الجميلة مع المطر ومع الشتاء فصل الشتاء الجميل سبحان الله ولا اله الا الله انا من الناس اللي ليا ذكريات حلوة جدا في فصل الشتاء سواء هنا او في مصر في مصر كنت افتكر باستمرار ان ابويا الله يا رب يرحمه ويسامحه ويعفو عنه ويرحم اموات المسلمين كان ابويا باستمرار كل يوم في فصل الشتاء يولي علينا زي كده حطب ويحطوا برا وبدام بيتنا لحد بقى ما يبقى جمر وبعدين يدخله لنا ايه دخله لنا البيت نكوننا في مصر بقى نشو بطاطس نشو عليه بقى اي حاجة نحط عليه خبز نجمر عليه الخبز كانت اجواء حلوة واجواء جميلة صراحة يعني دي ما نسهاش ابدا بسم الله ما شاء الله وطبعا هنا في المملكة ذكرياتنا بقى مع ابو عبد الرحمن الله يرحمه هو من الناس اللي كانوا يحبوا الحطب ويحبوا انه شب باستمرار ونعود نتكلم ونحكي ونسولف باستمرار كان يحكيلي عن الديرة وحياتهم في الديرة واجواء الديرة زمان وازاي المطر كان بيجي كتير وازاي هما كانوا بيستمتعوا بكل حاجة سبحان الله لا اله الا الله الزكريات نعمة صراحة نعمة من رب العالمين ودائما الواحد لما بيتذكر حاجات كويسة بتسحده يعني انا واحدة من الناس الزكريات بالنسبة لي بتسعدني بتسعدني بترجعني او بتاخدني في عالم اخر خصوصا لو انا قاعدة الواحدة كده وقاعدة بولع انا باستمرار تتلقوني في الحسل وحدي واجلسة الدفة واجلسة فكر واجلسة استرجع المهم المهم بقى اطلع من الموضوع ده كله بطاقة ايجابية جميلة اطلع كده مبسوطة سعيدة وكأني سفرت عبر الزمن كأني سفرت ورجعت مصر وعشت اجوائنا مع ابويا وامي الله يرحم ابويا يا رب اللهم امين ورجعت برضو عشت اجوائي مع زوجي ربنا يرحمه يا رب اللهم امين المهم المهم بقى واجعت ادمهك انا عارفة كان يوم حلو ويوم جميل وكان فيه كده حماس وطاقة الحمد لله رب العالمين وختمنا زي ما انتم شايفين كده بالحطب الجميل ده ورحت الحطب اللي بسم الله ماساء الله احتو جميلة جدا جدا وشوينا الدرة زي ما انتم شايفين واتدفينا وعملنا شاي بسم الله ماساء الله اللهم بارك سبحان الله ولا اله الا الله انا زي ما قلت لكم من الناس اللي بتحس انها متابعيني قريبين مني في حاجات كتير يعني نوعا ما الحاجات اللي انا بحبها هم بيحبوها زقهم قريب من زقي نوعا ما بحبوا الحطب بحبوا راحت الحطب بحبوا الساوي بحبوا الاجواء دي بسم الله ماساء الله اللهم بارك هنا طبعا كانت النار خلاص يعني على واسك كده خلاص انها تهدأ وسوينا الدرة والدرة كان طعمه بسم الله ماساء الله اللهم بارك الدرة طبعا يا جماعة دلوقتي في قابها كتير جدا جدا ورخيص شفتو شفتو شاوي يا امم عبود فنان فنان يا امم عبود شطرة بقدم تحية لاما احمد العراقية حبيبتي حبيبتي ربنا يا سعيدها يا رب ويبرك في عمرها دائما تشجعني تقول لي شطرة يا امم عبود تسلمين يا امم احمد ان شاء الله يا امم احمد اجي في يوم كده اعمل فيديو واسمع الناس كلامك الجميل الحلو اللي بيأثر القلب بسم الله ما شاء الله بقدم لك تحية يا امم احمد ربنا يسعدك يا رب وكل متابعيني ربنا يسعدكم ويبرك في اعماركم اللهم امين هنا خلاص الشاي بقى خلاص جاهز كوباية الشاي الجميلة مع الدرى المسوي وانسوا بقى خلاص زي ما قلتلكم قبل كده يا جماعة الحياة سهلة وبسيطة بس احنا نرضى ونقتنع بحياتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بس وتقريبا كده هو ده كان يومنا وهو ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ده معلش هو طويل شوية لكن والله حاولت بقدر الامكان ان انا اصرعه وحاولت ان انا يعني اقتصر فيه شوية بس بطلع معايا حوالي 19 او 20 دقيقة سامحوني بقى المعذرة منكم بس توقعوا ان ده يوم كامل من الفجر لحد المغرب يعني بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك الناس اللي وصلت معنا بقى للحطة الجميلة الاخيرة دي تحط لنا كده لايك فضلا وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا